وزير الدفاع الأمريكي جيمس متس في كلمته ضمن فعاليات حوار المنام إن بلاده تقف ضد توريد الأسلحة من إيران للتنظيمات الإرهابية في اليمن ولبنان وخلال الكلمة أثنى الوزير الأمريكي على العمل الذي تقوم به مملكة البحرين في مواجهة القرصنة البحرية وشدد متس على أن شراكة مع دول الخليج أساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية موضحا خلال كلمته أهمية استمراريتها وأكد متس أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي مشيرا إلى أن طهران تسعى للهيمنة خارج حدودها وتتدخل في شؤون الدول المجاورة وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الأمن في المنطقة لمواجهة الإرهاب وأية أعمال عدائية دعيا لاستمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة التطرف والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي